في اللقاء ده ازاي؟ والله شايف التحكيم معقول يعني معقول ويوصل لدرجة الجيد ليه؟ يعني مبارك ويس يعني بالنسبة له قد مبارك ويس ولكن دايم أنا طبعا موضوع التصريحات والكلام ده يعني أنا معرفش اتحاد الكورة كان دايما يقول التصريحات ممنوع للحكام لعشان ما يقعش في خلط لأن اللي تكلم فيه محمد عادل انت كده دخلت في عدم حيادية مش فيه تبتتكلم في حاجة وان انت بقى فكرت في قصة احتواء احنا شفنا قابليها مبارك المان يونايتد وليفربول ليفربول شاهل خمسة او شاهل ثلاثة كانش في حتواء ولا اي حاجة فيش خالص بوك بعمر خطأ خلاص حقك انا بنفس قانون فيش كرام دا احنا الى وقتنا هذا ومش معنى ان انا متفوق بنتيجة خمسة انك انت تحرمني من حق من حقوق المشروع جدا او ما تطبقش القانون واللازي منصة بقولة دايما بتتألفل تحكيم المصري ما تنفعش المقولة دي دلوقتي تاني خالص في الظل دا ان انا عايز اطلع بالمباراة لبرى الامان لا الكلام لم يتقالش الكلام دي الوقت في قانون انا في ذلك اتمنى اتمنى ان احنا يستفيد دا بده في اللي جاي ومعتقد ان نادي الاهلي اعلانها واضحة وصريحة انه مش هيتنازل عن حقه باي شكل من الاشكال والاخطاء اللي اتكررت سواء كانت مقصودة او غير مقصودة مباشرة او غير مباشرة واثرت على مشوار نادي الاهلي موسلم لفات مش هيسمح نادي الاهلي بتكرارها باي شكل من اشكال الموسلم طبعا حق نادي الاهلي هروح كل حد اي نادي في دوري اي نادي في دوري حق مشروع لين هو يدافع عن حقوقه دي نقطة ما فيهاش كلام اروح مع حضرتك لمنتخب مصري سريعا وقبل ما ادخل في الارقام وموقف المنتخب فيه او فرصة المنتخب في النجاح لوصول كياس العالم خلينا بص الاختلاف بين مواجهتي انجولا والجابون بالنسبة لمستر كيروش وجهازه عن المطشن بتوعليبيا من وجهة نظر حضرتك في المطشن الجايين المباراة الجايين طبعا لغم اهميتهم الكبيرة بالنسبة لمباراة انجولا ومباراة الجابون ولكن هرجع بس سن صغيرة للتفاوت ما بين مباراةي ليبيا والمباراة اللي كانت قبل كده تحس ان فيه طفرة لأ طفرة كويسة طفرة هجومية تنظيم في المرأة حساب لكيروش؟ طبعا مفيش شك تحساب له ممكن كان فيه ظروف قبل كده بغض النظر عن الجهاز الفني ولكن برضو المتحكم اللي بيتحكم في الأداء اللاعبين هو الموديد الفني او الهيد كوتش زي ما بينسان مستر كيروش عمل حسيت ان فيه طفرة هجومية ممكن ثقة زيادة للعيبة يعني ما تحصلش في الفترة القريبة دي الا اذا كان فعلا ان هو مدرب عنده قدرة يعرف يتعامل مع اللعيبة ويعمل المزيج اللي هو يوصلك للنجاح ما بين اللاعبين المحترفين وما بين اللاعبين المحليين المتواجدين في الدول المصر المطشين اللي جايين بياخدوا من المنتخف ظروف أفضل نسبية يعني من ناحية ترجمة نانسي قنقر